بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي منع علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى أن نلقى أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ها قد أهل علينا شهر شابان وما أدراك ما شهر شابان في حديث المسنى وسنده صحيح تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقواما يعظمون رجب فقال أين هم من شابان فشهر شابان أيها الأحبة شهر عظيم يقع بين شهر رجب المحرم وشهر رمضان المعظم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتر الصيام فيه كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شابان رواه الشيخان وفي رواية لمسلم ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شابان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا وقد بيّن نبينا وإسوتنا عليه أفضل الصلاة والسلام أيها الأحبة سبب كثرة صيامه في شابان كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لما أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شابان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النساء فاجتمع لنا أيها الأحبة بذلك في سبب إحياء شعبان بالصيام ثلاثة أسباب أولها أن شهر شعبان وقت غفلة وقد رغب الشارع الحكيم في ذكر الله في أوقات الغفلة في مواقع كثيرة كالحديث الذي رواه مسلم وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه ثانيها في هذا الشهر ترفع الأعمال إلى رب العباد ويطوى الحساب الختامي لعام بأكمله وإنما الأعمال بالخواتين ومن أحسن في الختام جبر نقصه وغفر ذنبه ثالثها أن هذا الشهر يعتبر قنطرة لرمضان ومقدمة له لهذا كله أيها الأحبة بادروا في هذا الشهر العظيم إلى ما يقربكم من المولى جل وعلا فهو شهر فاضل كان يسمى عند السلف الصالح بشهر القراء لكثرة مراجعتهم للقرآن الكريم فيه وانقطاعهم لتلاوته والتزامهم بمعاهدته والإكتار من قراءته استعدادا لقيام رمضان فالمبادرة المبادرة والمصارعة المصارعة لإعمار هذا الشهر بالقربات وسائر النوافل والطاعات فالمؤمن الفطن أيها الأحبة من وزن الدنيا بميزانها وأعطاها مستحقها ولم يجعلها أمله وغايته ونهايته فإن الدنيا دار عمل وسعي يعقبها موت ثم حياة البرزخ فحياة صرمدية في الدار الآخرة ومن الغبن العظيم أن يعمل العبد لدنيا فانية على حساب الدنيا الباقية فاللهما تب علينا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على طاعتك وافتح لنا أبواب فضله ولا تجعل دنوبنا مانعا من نوال خيرك والتعرض للنفحات جودك وكرمك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولي جميع المسلمين ترجمة نانسي قنقر